اشتركوا في القناة روح اقعد ببيتك وستنى خبر مني طلع فيني اذا خططت انت واخوك لأي شيء من ورا ظهري لضطرني بحرقك انت وياه اذا احترقت انا انت رح تحترق معي يا تحسين بك اذا قعد حدا غيري على هالطولة اكيد رح تكون نهايتك لهيك سكوت ونقدع مو يلي وراهي الطاولة هو المهم ولكن المهم هون هو انا وبس تحسين كورلوداغ انت بعد ما تترك هالطاولة رح تصير محمد وبس اما انا رح اضل تحسين كورلوداغ غصبا عنك ولهيك لما بدك تجن وتعصب اصحك تنسى مين بكون انا اي لانوك موسيقى 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 كان في شاهد بليلت الحاسة هلأ جابونا حتى يتعرف على الخطفي موسيقى 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 الله يعفيك سيد شوفي حادة من هدول انت بتشك فيه one of them موسيقى هاد اتاني من اليمين فوتلي الباين ليكو ابو الدقن انت متأكد؟ اي لانه انا شفته عن قريب مستحيل انسا بلش بالاجراعات حسين طالما قدري تعرف عليهم هلأ لازم يعترفوا الجالمين بيكونوا مهيك يا حضرة المدير تحسين بك براي الاحسن انك ما تبقى عم تتمشى هون بعد شوية رح يعترفوا بكل شي انت ما بتعرف تشتغل حتى مو شاطر غير بالحكي بابا تحسين بك رح ناخد يفاتك اتفضل لهون يا تحسين بك طلع فيني روح حلق وعملي اللي بدك ياه هن لازم ينكر التهمة اخي ما لازم تنجاب سيرتو لو شو ما صار حاضر سيدي قولوا يلي حردون جسور على مدار اغلو تحت امراض طبعا مدير الامن تلبك وما عدا عرف شو يساوي ورفعت لسه الهلق بالنظارة وانا عم بستنى قرار النائب العام هلق الدنيا قايمة قاعدة هون بابا وقرار اعتقال جسور لساته انا خايف عليه من هالموضوع طيب بابا بشوفك او برعب حاكيك باي باي يسلموا ايديك الفوضى بك المحل بس برأيي صار كلشي صريح وواضح انتو لساتكن عم تنصبوا فخ ورات تاني للجسور مقدمة افاتك شو لسه عم تعمل هون لا اسأل ليش لاحق جسور هداك الزلمي اللي اسمه مضحت يعني شو علاقت هالشي بتحسين كورلوداك ما فهمت ليش ما بتروحه بتسأل حماك نفسه ياللي كان حماي ايه لانه ما عدلي علاقة ببنته برأيي ضلت عيدة كل شوي يعني بركي بتصدق حالك هلا انتي منتبه نحنا قديش منشبه بعض بلا عن جات ايه لانه نحن الاتنين ضحاياهن لجسور وصعان صر تفكر شوي من ورها الحكي اللي ماله طعم من اساسه هنه مستغلونا قوله هلأ عم يستغلونا لهيك اذا ما عملنا شي بالمقابل بدون يضلوا عم يستغلونا لا تخبص رح تتعب كتير جسور ما عم يفكر غير بسوهان كل همه انت حبوه روح ابكي لحالك وندوب حصدك ولا تشي الهمي حكيك هاد ما بيعنيني بنوب معقولي هالشي؟ ايه معقولي لما تحريت عن جسور بيك لقيتك بحياته وعرفت انكم كنتوا رفقة بنفس المدرسة كمان وما وقفت هون رسلت معهم بلو عنجا ايه تعرفي شو؟ بانوفاردار ما كانت مرأوية بالجامعة مثل هلأ وكان وضعا نفسي كتير سيء وحزين لانه بعد ما تركه جسور افندي بانوفاردار حاولت تنتحر لترثاح عنجاة انك واحد مريض مو بانو هي نفسي اللي عرضت حالة للخطر اكتر من مرة كرمال واحد ما بيحبه على اقل انا كنت معا زكي لدرجة اني اقدر افصل بين الحب والشغل جسور ما صار وخزلني ابدا فهمها لا لما كنت ضعيفة مثل ما حكيت ولا حتى هلأ الشي اللي بيربطنا هو شي انت ما فيك تفهمه ولا باي شكل ولهيك لا تحكم علي بعلاقة حتى مطق وضف لي شغلة كمان بعد ما يخلص جسور شغله مع الكل رح تصير الدورة على محلة تتخبو فيه بصوروا علي وعد ما رح يطول اشتركوا في القناة